اهلا بكم الى موجز الانباء من قناة حلب اليوم قال الرئيس تركي رجب طيب اردوغان ان الجيشين التركي والوطني السوري سيطر على 1500 كم مربع في اطار عملية نبع السلام شمالي سوريا وفي كلمة له بمدينة اسطنبول اعرب اردوغان عن اماله في ان يلتزم الامريكيون بوعودهم هذه المرة واوضح انه اذا لم يتم الالتزام بالاتفاق تركي الامريكي بشأن عملية نبع السلام فان قوات بلاده ستستأنف العملية من حيث توقفت فور انتهاء مهلة المئة وعشرين ساعة اعلنت قوات سوريا الديمقراطية انسحابها الكامل من مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا وفق الاتفاق الامريكي التركي فيما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الجيش الوطني السوري الرائد يوسف حمود ان وحدات حماية الشعب التابعة لقصد لم تنسحب بالكامل من رأس العين وما زالت مسيطرة على المدينة بنسبة 30% افادت صحيفة نيويورك تايمز بان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يبحث خطة لابقاء نحو 200 جندي امريكي في شرق سوريا واوضحت الصحيفة ان مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين اقترحوا خطة على ترامب لابقاء قوات عسكرية امريكية في سوريا في مهمة ذات هدفين يتمثل اول في منع عودة ظهور تنظيم الدولة شمال سوريا في حين يتجسد الهدف الثاني في منع قوات النظام وروسيا من السيطرة على مواقع انتاج النفط في المنطقة افادت وسائل اعلام الروسية بان ارتالا لقوات النظام توجهت الى مناطق الجزيرة السورية شمال شرقي البلاد ونقلت وكالة سبوتنيكا الروسية عن مصدر ميداني في قوات النظام ان الارتال العسكرية مؤلفة من ثلاثة الوية مدرعة من قوات النظام تتوجه الى شرق الفرات للانتشار في ريف الحسكة شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي اضرابا جزئيا احتجاجا على دخول قوات النظام الى المدينة وافاد مراسل حلب اليوم بان بعض المحال في اسواق منبج لم تفتح ابوابها صباح اليوم وذلك تحت مسمى يوم الغضب المنبجي تلبية لدعوات لبعض العشائر والناشطين للتعبير عن رفضهم دخول قوات النظام الى المدينة بالتنسيق مع وحدات حماية الشعب التابعة لقسد اعلن مسؤول بالخارجية الامريكية دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي وكفاحهم ضد الفساد ونقلت قناة الحرة عن المسؤول ان الالتزام بتنفيذ اصلاحات ذات مغزى يمكن ان يفتح الابواب امام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان معربا عن امل الخارجية الامريكية في ان تحفز هذه المظاهرات لبنان على المضي قدما في الاصلاح الاقتصادي الحقيقي وفق المصدر ذات تهى الموجز شكرا لكم على طيب المتابعة اشتركوا في القناة